اشتركوا في القناة مكنت من استرجاع السحراء المغربية وعززت ارتباط سكانها بالوطن الأم ومنذ ذلك الوقت تمكن المغرب من ترسيخ واقع ملموس وحقيقة لا رجعت فيها قائمة على الحق والشرعية والالتزام والمسؤولية ويتجلى ذلك من خلال أولا تشبت أبنائنا في السحراء بمغربيتهم وتعلقهم لمقدسات الوطن في إطار روابط البيعة عن قائمة عبر التاريخ بين سكان السحراء وملوك المغرب ثانيا النهضة التنموية والأمن والاستقرار الذي تنعم به السحراء المغربية ثالثا الاعتراف الدولي المتزايد لمغربية السحراء والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي وبموازات مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي هناك مع الأسف عالم آخر منفصل عن الحقيقة ما زال يعيش على أوهام الماضي ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن فهناك من يطالب الاستفتاء رغم تخلي الأمم المتحدة عنه واستحالة تطبيقه وفي نفس الوقت يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات دوف ويأخذهم كرهاء في ظروح في ظروف يرثى لها من الدل والإهانة والحرمان من أبسط الحقوق وهناك من يستغل قضية السحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي لهؤلاء يقول نحن لا نرفض ذلك والمغرب كما يعرف الجميع يقترح مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي في إطار الشراكة والتعاون وتحقيق التقدم المشترك لكل شعوب المنطقة وهناك من يستغل قضية السحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة وهناك كذلك من يريد انحراف بجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة لهؤلاء أيضا نقول إن الشراكات والاتزامات القانونية للمغرب لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية وسيادته الوطنية لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها وتوضح الفرق الكبير بين الآلم الحقيقي والشرعي الذي يمثله المغرب في سحرائه وبين آلم المتجمد بعيد عن الواقع وتطوراته جابي العزيز إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية تتطلب استمرار تدافر جهود الجميل ونود الإشادة هنا على وجه الخصوص بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن والمساهمة في تنميته وتأزينا لاتباط هذه الفعب للوطن قررنا إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية للخارج وذلك من خلال إعادة عيقلة مؤسسات المعنية بها بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين والتجاوب مع حاجياتها جديدة لهذا الغرض وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي على أساس هيئتين رئيسيتين الأولى لمجلس الجالية المغربية بالخارج باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة يجب أن تقوم بدورها كاملا كإطار للتفكير وتقديم الاختراحات وتنتعكس تمثيلية مختلف المكونات الجالية وبهذا الخصوص ندعو إلى تسريع يخراج قانون جديد للمجلس في أفق تنصيبه في أقرب الأجال أما الثانية في إحداث هيئة خاصة تسمى المؤسسة المحمدية للمغارب المقيمين بالخارج والتي ستشكل الدرء التنفيذي للسياسة الأمومية في هذا المجل وسيتم تقويل المؤسسة الجديدة مهمة تجميع الصلاحيات المتفرقة حاليا بين العديد من الفائلين وتنسيق إعداد الاستراتيجيا الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك بتدبيل آلية الوطنية لتابعة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج التي دعونا لإحداثها وجعلها في صدارة مهمها وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات وخبارات المغربية بالخارج ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع وإننا ننتظر من هذه المؤسسة من خلال الانخراط للقطاعات الوزارية المعنية ومختلف الفائلين أن تعطي دفعة قوية لتعطيل اللغوي والثقافي والديني لأفراد الجارية على اختلاف أجلهم ومن أهم التحديات التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية التي تهم أبناء نبي الخارج كما نحرس أيضا على فتح عفاق جديدة أمام استثمارات بأبناء الجالية داخل وطنهم فمن غير المعقول أن تظلموا ساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة في حدود أشرف المئة شابي العزيز من الخصاصيات التي قدمها الجيل المسيرة تحفزنا على المزيد من التابعة والإقضاء قصدت عزيز المكاسب التي حققناها في ترسيق مغربية السحراء ومواصلة النهضة التنموية التي تعرفها أقالمنا الجنوبية وبنفس الروح يجب العمل على أن تجمل أثمار التقدم والتنمية كل مواطن في جميع الجهات من الريف إلى الصحراء ومن الشرق إلى المحيط مرورا بمناطق الجبال والسهول والواحات ونقتنم هذه الذكرى المجيدة لاستحضار قسمها الخالد وفاء لروح مبدئها ودنا المنعم جادة الملك الحزن الثاني أقرم الله بثواه وأرواح كل شهداء الوطن الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته